استقبل فضلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر أشريف رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتيا بمشيخة الأزهر وخلال اللقاء أكد شيخ الأزهر رفض الأزهر لكل المطامع التي تستهدف تغيير الواقع الزمني والمكاني للحرم القدسي والمسجد الأقصى المبارك وأن حرم المسجد الأقصى المبارك هو محيط إسلامي بالكامل ولن يقبل بأي تقسيم زمني أو مكاني كما وجه شيخ الأزهر بدرسة التوسع في إنشاء المعاهد الأزهرية في فلسطين مؤكدا متابعته لشؤون المعهد الأزهرية في الخليل وموجها بإنشاء معهد في القدس لخدمة أبناء فلسطين